مرحبا بكم مرة ثانية مع مختارتك وحبيت أوضح شغلة بعض الرسائل وصلتني على هذا الموضوع حبيت أبين الفرق وأنا ذكرت بالمراجعات تقدر تطلع على المراجعة الكاملة لما نزل هاتف في وقتها الهاتفين كي تونتي و كي تونتي برو فهنان بس رح أوضح الفرق وما بين الجهازين وأيضا مسألة الأسعار والشرق الأوسط وتوفره ببقية الدول العالم أولا بداية أن الفرق ما بين الهاتفين هاتفين رح يمتلك نفس التصميم نفس الأبعاد نفس الوزن نفس الأشكال كل هذه الأمور نفس التقنيات حتى اللي بالشاشة الفرق الأول رح يكون هو ما بين المعالد 730 في كي تونتي أو مي ناين تي والكي تونتي برو أو مي ناين تي برو رح يكون هو مع اسلام دراجون 855 ناحية السرعات المعالد نعم هناك فرق في 730 رح يكون فرق السرعة بحوالي 2.2 جيجاهيرس ويستخدم الأنوية أو النوية كريو 470 وهنانا مع المي ناين تي برو رح يستخدم 2.8 جيجاهيرس اللي هو على أنوية واللي رح تكون نوعية كريو 485 هل فرق هذه السرعات في الأداء والكذا نعم هناك فرق ولكن يعني مو معناته أنه الـ 855 رح يكون كل بالكامير رح يكون أسرع من 730 هناك بعض التطبيقات والألعاب في مسألة الغرافيك ما بين موجود على الـ 730 وما موجود مع الـ 785 بعض الألعاب رح تشتغل أسرع هناك وبعض التطبيقات رح تشتغل أسرع في هذا الجانب الثاني فبالتالي هذا الفرق الأول ما بين المعالجات أيضا الفرق الثاني وهو مسألة مستشعرات الكاميرا في الكاميرات بالكامل اثنين نفس الشيء ولكن الفرق في المستشعر الأول اللي هو مستشعر الـ Default أو الأساسي 12 ميجابيكسل للهاتفين يستخدمون الكي 20 اللي هو مي 9T يعني يستخدم المستشعر السوني ايميكس 582 ذكرتها في المقارنة مع المي 9 SE وهذا المستشعر مقابل المستشعر أيضا من سوني ايميكس 586 في نسخة الـ Pro واللي رح يكون الفرق فقط في تشغيل ودعم الفور كي في الكي 20 30 اطار وبهذا الجهاز الثاني رح يكون لغاية 60 اطار بثانية واحدة وهذا الفرق بالكاميرات ما هيكون فرق شاسع بحيث يخليك أنه رح تأخذ هذه الكاميرا أفضل يعني نهائيا هذا الشيء انسى الفرق الثالث هو مسألة دعم الشاحن أو دعم الشاحن السريع للهاتفين كي 20 او المي 9 تي رح يكون مع الشاحن 18 واط وبالنفس البطالية 4000 وبهذا الهاتف رح يكون 25 واط من ناحية الشاحن السريع الفرق ما بين الشحن باعتبار يعني نفترض لأنا لا نجرب الأجهزة اولا اذا شحن بساعتين هذا الثاني رح يشحن مثلا ساعة ونص هذا الفرق فقط من ناحية الأسعار السعر الرسمي للمي 9 تي خارج الصين وليس داخل الصين الآن متابعة هذا الموضوع من ناحية الأسعار الهواتف فالصين عندها حتى لو بـ 200-250 دولار هذا الشيء ما العلاقة به الشركة تعلم بشكل بسعر داخل الصين واضحت هذا الموضوع بحلقة ايضا رح تركها لكم في مسألة تسعير الازات شاومي وايضا مسألة الوكالات مسألة التجار كلها موجودة في هذه الحلقة ولكن توضيع أن الصين تعلن بسعر والسعر خارج الصين بسعر ثاني هذا الهاتف حاليا متوفر في بعض الدول الأوروبية ما متوفر بالهند يوم بـ 11-7 رح تتوفر لنسختهم حاليا ما متوفر أي شيء من هذا الهاتف وايضا السعر قلت لك المي 9 تي اللي هو حاليا موجب في عراق السعر اللي خارج الصين 369 دولار لنسخة الـ 128 6-128 جيجابات أما نسخة العليا منعروف ممكن سيكون بفرق 50-60 ممكن ورقة هذا الشيء بعد منعروف حاليا في حال توفر هذا الهاتف بالنسبة للشرق الأوسط مصر وغيرها لازم نتابع على صفحة أو موقع مي الخاص بإيجيب وتابعت لحد الآن ماكو أي شيء رسمي عن توفر الهاتف في الشرق الأوسط ناحية السعودية والكويت وغير الدول تعتمد على التجارة أو الموزعين المعتمدين على جلب هذه الهاتف ولكن برو حاليا ما موجود وممكن رح يكون مثل ما صار مع الريدمي اللي حاليا عندي نسخة الريدمي 7 برو اللي منزت أصلا للشرق الأوسط ونحصرت ما بين الصين والهند ننتظر لأخبار تابع حساباتي ويشترك بالقناة حتى تنصلك لأخبار أول بأول شغل لكم معكم مختار تك شكرا